موسيقى موسيقى أعزائي مشاهدين برحب بكم في ليلة عمر جديدة بيدعوكم فيها المعيد الصحفي حازم الحديدي والمخرج نبيل عبد النعيم وحياة عبدون لحضور ليلة عمر النجمة في المي المصير والكفير ومسلسلات العائلة المال والبنون هوادم جاردن سيتي وأخيرا كلمات إنها الفنانة النجمة روجينة وزوجها المخرج الفنان أشرف زاكي موسيقى 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 ومرسي ليلة العمر روجينا أول ما بتسمع ليلة العمر اللي بيخطر في بالك والله بيخطر في بالي بقى الالتزام بيخطر في بالي المسئولية بيخطر في بالي يعني دي الحاجة الوحيدة اللي لازم تمر بيها أي بنت يعني البنت أنا بقول نمسرها ليلة العمر أنه يبقى في جواز في بيت في استقرار وده كان تفكيري من البداية برضو روجينا إزاي تعرفت على زوجك المخرج أشرف ذاكي تعرفت على أشرف إحنا كن معرفتنا عادية جدا في المعهد هو معيد وأنا طالبة كنت لسه في سنة أولى وهو جابني عن طريق أوردر يعني حتى أنا بقى ودأقول له إيه أنا استودعت بأوردر رسمي عشان تتجوزني أنا كنت بأعمل المسرحية وكنت مرشحة أن تشتعل معي فيها وبعدين ما حصلش نصيب خلصت المسرحية دي أنا وسفرت عملته عمره وأنا في العمره كان الموضوع دو يعني كلمته لفتة نظري قوي بسلوكها وأخلاقها وكده فكرت فيها وقررت اتخاذت خلالنا في العمره أن أنا أرجع أفتحها في موضوع الخطوبة والجواز لما رجعت كنا في أجازة نص السنة وأنا ما عنديش معلومات عنها خالص أنا عارف أن طالبة في المعهد اسمها كذا طب أجبها مثل وراجع بقى متلهف جدا لإتمام الموضوع ده فروحت المعهد لقيت ما فيهش موظفين في أجازة وما حدش يعرف عنوان حده فقررت أن ألجأ الخدعة السينمائية اللي فيه واحد عرفه بحكم شغلنا في الفن ريجي سير قلت له بص أنا عايزك تدور على فنانة اسمها كذا وتضيها أردر فبحيس أنه بس نلاقيها احنا كل قضيتنا أن احنا نلاقيها الموقف كله أنا مكتش مستوعبها واحد ما يعرفش عنواني ما يعرفش أنا ساكنة فين وفجأة قدر يتوصلني وأول ما قابلني قال لي تتجوزيني فأنا وقفت مزهولة يعني عندي حالة زهول كده لمدة خمس ده وشعرف أقول له أنت أجبت عنواني إزاي أنت عرفتني إزاي فأنا عجبتني الحركة قوي يعني حسيت أنه ساعتها فارس ما عرفش ليه أنا حسيت الإحساس ده بس قلت ياهو بيفكر فيها لدرجة أنه قعد يدور ويجيب العنوان لغاية ما عارف أنا ساكنة فين وجبني فدي من الحاجات اللي خلتني أوافق على طول يعني قال لي تتجوزيني قلت له وما ليش أخطبك حاجات كده قوي الكلام على الطول موسيقى للا واحدة تسوى عندي تسوى عندي بقلبي ليلا حتتتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا حتتتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنييني يعرفوا على دار إزاي دخلت الجنة الليلة طلبات روجينة من أشرف المهر الشابكة بيت الزوجية ما كانش فيه بيننا طلبات خالص أنا ماما كانت متفهمة جدا أن أنا بحبه وعايزاه وإحنا قررنا أن نبني حياتنا مع بعض ما كنتش عروسة تقليدية خالص يعني ما جيتش قلت له أنا أهلي عايزين شابكة كذا وعايزين لأ أنا روحت أنا وهو شارعنا الشابكة بالفلوس اللي معاه اللي يا دوبك تكفي وعملنا الفرح بقيت أنا وهو اللي نجري ونروح نحجز القاعة وندور على قاعة أرخص شوية عشان القاعة الغالية دي ما تنسبناش في الوقت دوت وكل حاجة عملناها إحنا لتنين فما كانش جواز تقليدي خالص يعني هو قال لي إحنا نبني حياتنا مع بعض نكافح وأنا كنت بحب ده أكتر لإني بحس أن ده لي طعم أحلى إن أنا لما في يوم من الأيام هيبقى لي بيت هتبقى لي حياة هبقى حاسة أنه أنا هو اللي عمين كل حاجة بأدينا زي الأمر زي الأمر لا ده الأمر هو اللي يمكن زيها طب والصهر طب والصهر نيجي بقى لليلتا العمر وهو الزواج أنا عايزة أعرف بها حكاية المفاتيح يالكو عالية أولا أن إحنا جوازنا كان غريب قوي هو عنده شغل وأنا عندي شغل وجوزنا في يوم أغرب ما حدش بتجوز يوم الثلاث فأنا كلمت وقلت له أنت فاضي نتجوز النهاردة فقال لي أنا فاضي ما عنديش شغل كمان ثلاثة يام قلت له أنا فاضية ما عنديش شغل كمان ثلاثة يام نتجوز النهاردة قال لي أه أبقي نتجوز كلمي بس شوفي ماما ظروفها إيه فاضية قلت له أنت شوف ظروف الناس حابك فاضيين فبقينا نهزم الناس ساعة ثلاثة بالضهر وإحنا نعمل فرح بالليل فكل من نهزمه على الفرح يقول إيه المجانين دول هو في حد بيعمل كده وماما عدت زعمة تقول لي في حد يام انتب نستنى يومين أقول لي لا لا هو كويس نهاردة جوزنا بسرعة وجينا ليلة كنا صهرانين في المكان أنا أنا شخصية ما عرفش إلا حصل يعني أنا ساعتها ما عرفش إلا خلاني يفكر في مفاتيح الشقة كانت المفروض ماما هتروح تودي فيها حاجات وإحنا هنطلع على القتيل فليجي علي المفاتيح المفاتيح يا ماما المفاتيح عشرف المفاتيح المفاتيح ده أهم يتخنم معي المفاتيح إيه ده وقت المفاتيح في أحد في عروسة تعمل كده لقيتها بتدور على مفاتيح وقلبة الدنيا على مفاتيح ووروني أنا لقى قلت لها في عروسة تعمل كده فاتخنقنا واتخصمنا خلاص أوكي أنا راح على بيت ماما وقال لي خلاص وأنا مروح وخنقا أتذكرها وتحكي معنا والناس هنا وهناك شايفانا ليلة عمري التانية عاشتها روجينا وهي مايا مايا دي أجمل حاجة عندي في الدنيا ربنا يخليها لي يا رب يا رب وأنا برضو أول ما ما جوزنا أنا وأشرف برغم أن احنا ما جوزنا شقةنا جوزنا في شقة مفروشة لمدة سنة بس أنا كنت مصممة أجيب بيبي لأن أنا قلت أن أجيب بيبي بدري ده ده هيبقى بالنسبة لي أحسن وأنا بحب الأطفال أول يعني ليلة العمر التانية أنا بقول ودي الأحلى هي ليلة سبوع مايا مش أدري أوصف لك أنها أحسيس كميلة أن أنا بحس أن أنا عندي بيبي وأنا صغيرة مش كبيرة يعني أنا نقلني أنا بقول أن الأموة نقلتني من تجربة لتجربة تانية خالص أن أنا بقيت مصابرة بستحمل قلة عصابية جدا بقيت حاسة أن أنا عندي مسؤولية بس مسؤولية حلوة فليلة سبوع مايا بقى إحنا عمنا في الشقة أصحابنا وريبين ناس وريبين مننا جدا والحقيقة كانت ليلة حلوة قوي أصحابنا بس مسؤولية قوة دوال الجوشي دال عندوني هاش تكنوني دال عندونة هاش تكنوني طيب رأس النوني بس عندوني دال عندوني هاش تكنوني إنتي بابا إنتي أطى إنتي، بس؟ بلالولا إنتي بابا، باسي بابا، باسي قتبي ليلة العمر اللي مش ممكن تنساها روجينا هو فيه ليلة عمر جميلة برضو ودي من أحلى ليالي ليلة رجوعي لأشرف داني وكان فرح جديد برضو وجبنا المأزون بس في الليلة دي بقى شهد على العقد النقيب أستاذ يوسف شعبان وعملونا حفلة كبيرة قوي بيت أستاذ أحمد عبد الوارث وكل سحابنا وكل قريبنا بس دي كانت ليلة مختلفة بقى أن العروسة والعريس عندهم بانوتا فكانت مية قاعدة هي اللي بتقدم لنا العصير وهي اللي بيجيب لنا كل حاجة فدي من أحلى ليالي بالنسبة لي روجينا كل سنة وأنتي طيبة وبتمنى لك أن كل ليلة عمرك تبقى جميلة وسعيدة إن شاء الله مرسية وأنتي طيبة وكل العرب يا ربه وكل المسلمين وكل المصريين بخير وبصحة وسلامة وكل الليلة عمر وأنتوا طيبين أعزائي مشاهدين إلى اللقاء في ليلة طان جديدة موسيقى موسيقى موسيقى